شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي إيجار ووكالة لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع غير مستغل لمرشحات الكلة وذلك بين شركتين تعملان بمجال الصناعات الدوائية ويأتي توقيع العقدي بهدف إيجارة تأهيل وتشغيل مصنع مرشحات الكلة غير المستغل والمملك لشركة النصر واستصدار الترخيص اللازمة وذلك انتلاقا من خبرة الشركتين في مجال الصناعات الدوائية والسعي لتوفير احتياجات الغسيل الكلوية بكافة مستلزماتها